اشتركوا في القناة وتنفيذا لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأوضح معالي أن الحكومة والتزاما بما ورد في برنامجها للأعوام 2023-2026 مضية في التوسع بالمشاريع الداعمة للأمن الغذائي عبر طرح حزمة من القسائم الاستثمارية في مجالات الزراعة النباتية والتربية الحيوانية والاستزراع السمكي وتقديم ما يلزم لها من دعم ومساندة وتسهيل سبول حصول المستفيدين منها على التكنولوجيات الآمنة لزيادة الانتاج الغذائي جاء ذلك لدى تفضل معاليه بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بزيارة المركز الوطني للاستزراع السمكي في رأس حيان لافتتاح شركة الخليج للاستزراع السمكي المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة في إنتاج الربيان المستزرع والذي يعد أحد المخرجات الناجحة لمبادرة الشراكة بين وزارة شؤون البلديات وزراعة والقطاع الخاص والداعمة لجهود تعزيز مستويات الأمن الغذائي محليا وأشد معالي الشيخ خالد بن عبدالله لدى تفقده المشروع بما تمثله هذه الشراكة من دفعة محفزة ومشجعة للمستثمرين البحرينيين لتأسيس مشاريع مستقبلية مماثلة من شأنها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وإنتاج أغذية محلية آمنة وذات جودة تخضع لمعايير عالية من الضبط والمراقبة في بيئة مغلقة ووجه معاليه وزارة شؤون البلديات والزراعة لمواصلة تهيئة الفرص أمام المستثمرين لاستزراع الأصناف التي تلب احتياجات وذائقة المستهلكين وذلك لتحقيق الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية من خلال البدائل التي تجنب الثروة البحرية الاستنزاف الناتج عن عمليات الصيد الجائر أو المفرط باستخدام أدوات تقليدية مخالفة للقانون علاوة على إسامها في إتاحة الربيان طوال العام دون تأثره بمواسم الحظر وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحيى معاليه القائمين على هذا المشروع راجيا لهم التوفيق والنجاح في العمليات التشغيلية التي ستباشر الشركة إطلاقها لرفض السوق باحتياجاته من الربيان باعتباره سلعة غذائية مفضلة محليا مثنيا في الوقت نفسه على الجهود الحثيثة والمتواصلة لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة وجميع منتسبي الوزارة في متابعة تنفيذ الخطط الوطنية الرمية إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغذاء السمكي في المملكة من جانبه يأكد وزير شؤون البلديات والزراعة مضي الوزارة في جهودها لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الاستزراع السمكي بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا النشاط الاقتصادي الهام لمواكبة أهداف المسيرة التنموية الشاملة ولفت الوزير المبارك إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشغيل المزيد من المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع السمكي وذلك بعد أن قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية الراغبة في مزاولة هذا النشاط من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستزراع السمكي تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح الشركة إذنا بدخولها مرحلة التشغيل والإنتاج والتوزيع مثنيا على حرص واهتمام معالي بهذا المشروع من منطلق تجسيد التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين جاء مشروع شركة الخليج للاستزراع السمكي المتخصص باستزراع الربيان ليضع بصمة بحرينية فريدة تؤكد السعي الجاد نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الكميات الاستهلاكية التي تحتاجها السوق البحرينية شرفنا اليوم بالزيارة الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لفتتاح مشروع شركة خليج استزراع السمكي لإنتاج الربيان هذا المشروع الذي يعد الأول في مملكة البحرين ويأتي ضمن حرص وزارة الشمبات والزراعة وبناء على التوجيهات السامية من لدن سيد رحصة صاحب الجلالة آهل بلاد المعظم حفظ الله ورعاه وتوجيهاتها السامية بتحقيق الأمن الغذائي هذا الملف الذي يحضر باهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمكي الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر حفظها الله ورعاه الوزارة حريصة على توفير كافة الأمكانيات والموارد لإنجاح مثل هذه المشاريع النوية بإذن الله تعالى الحكومة ما قصرت معنا من البداية والنهاية وهذا مشروع جلالة الملك للأمن الغذائي ونحن نتشرف بوجود اليوم معالي الشيخ خالد بن عبد الله في الاتتاح ونحن جدا سعيدين في هذا المشروع وإن شاء الله سيكون فاتحة خير للمستثمرين الليبيون تقنيات حديثة وأليات عمل متطورة تطبقها الشركة بكل احترافية حازت على استحسان وإعجاب الجميع ممن حضر الافتتاح على رأسهم معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نظرا لما تطمح لتوفيره الشركة من إنتاج كبير وجودة عالية في تجسيد كبير للشراكة الفاعلة للقطاع الخاص جدا سعيدة جدا فخورة بالوصلون اليوم أخوانا البحرينيين وإن شاء الله نأمل أن حتى الدولة يكون دعم لهذا النوع المشاريع لأن المستقبل القادم كله رح يرتكز على هذا النوع المشاريع طبعا التقنيات هذه اللي ديدة لهم ميزات كبيرة أهمها الناس ما قلت لك صديقة للبيئة وأيضا إنتاجيتها جدا عالية فعشان تشديد ضروري جدا أن يكون فيه تطوير دائم مستمر لهذه التقنية لأنها هي تخدم القوانين البيئية الحالية وأيضا تخدم موضوع الإنتاج بكميات كبيرة سوق البحرين طبعا يحتاج ربيعان نحن ننتج تقريبا 168 طن سنويا كل حوض 24 هذا المشروع المتميز يعد دفعة محفزة ومشجعة لمزيد من المشاريع الاستثمارية الوطنية الاستراتيجية الطامحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وإنتاج أغذية محلية وآمنة ذات جودة عالية تحقق لمملكة البحرين أهدافها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي بشراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاصة تجربة شركة الخليج للاستزراع السماكي تجربة فريدة ومتميزة حظيت برعاية واهتمام حكومي كبير جدا نظرا لما تطمح إليه بأن تكون عنصرا فاعلا ورافدا أساسيا لأسواق الأسماك في مملكة البحرين يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر